السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صل على الحبيب البكيطيب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله حبيبي يا رسول الله أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج الحبيب في القرآن آية في صورة النساء رقم 65 لفتت نظري ولقيتها علت من مقام سيدنا النبي أوي الله عز وجل يقسم فيها أننا لا نصل إلى درجة الإيمان إلا بهذه الشروط المذكورة في الآية اسمع هذه الآية كده وشوف سيدنا النبي مقامه راح فيه اسمع قال الله فلا وربك ده قسم من ربنا صحة تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يعني لن يصلوا إلى درجة الإيمان الكامل حتى يحدث ما بعد حتى بقه الغاية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك كيموك صلى الله عليه وسلم فيما شاجر بينه اتنين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثلاثة ويسلموا تسليما يبقى ثلاث شروط عشان نصل إلى درجة الإيمان الكامل أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاجر بيننا من أمور الدين والدنيا نحكمه بشخصه في حياته صلى الله عليه وسلم ونحكمه بشرعه بعد أن لحق بالرفيق الأعلى وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول صحي كده؟ وبعد أن نحكمه صلى الله عليه وسلم فيما شاجر بيننا أن لا نجد حرج ولا ضيق ولا تردد ولا شك ولا ريبة في حكمه صلى الله عليه وسلم ده مش بس كده ويكون في تسليم تام وكامل يعني سمعنا وأطاعنا وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى لما ننظر إلى هذه الآية جابت ثلاث مقامات لن نصل إلى الإيمان إلا بالثلاث مراتب دول حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم فقالوا تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا مقام إسلام وعدم وجود الحرج والضيق في الصدر والقلب ولا ريبة ولا شك من حكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان والتسليم التام والكامل له صلى الله عليه وسلم مقام إحسان الله على كلام الجميل لا نعيده تاني كلام والله يكتب بماء العيون وانقلوا هذه المعلومات انشروها لله تعليقا على هذه الآية تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا مقام إسلام وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان أعلى طب الأعلى والتسليم التام والكامل له صلى الله عليه وسلم مقام إحسان ولذلك شوف سيد النبس صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يبقى مزاجك وهواك واللي انت ريده على هديه صلى الله عليه وسلم يا آية 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 عالية جدا جدا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لازم لما سيدنا النبي يحكم حكم قضي الأمر ولذلك شوف لما جي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فقام رجل وقال هذه قسم ما أريد بها وجه الله ما فيهاش عدل فسيدنا النبي قال له ويحك من يعدل إن لم أعدل هلاكت يعني الاعتراض على سيدنا النبي نفسه هلاك قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فيش خيار في أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلابد أن نحكم سنة سيدنا النبي فيما بيننا نشوف إيه الموافق للسنة نمشي وراءه ولذلك لو سلكت إلى الله كل الطرق واستفتحت عليه كل باب ما يفتح الله لنا إلا إذا كنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم كل باب إلى الله بدونه صلى الله عليه وسلم مغلق فلذلك الآية لفتت نظري بشدة لن نصل إلى درجة الإيمان إلا بتحكيمه وعدم وجود الحرج في الصدر عدم التعليق على حكم النبي عدم الاستهزاء بسنة النبي وده يؤدي أصلا إلى الخروج من الملة إذا كان عامد متعمد والعياذ بالله عياذا بالله ولذلك الصحابة لما كان سيدنا النبي يحكم حكم خلاص شوف ابن أبي حضرد وأحد الصحابة يعني اختلف في دين فسيدنا النبي خرج من حجراته وقال أنزل عنه شهة شطرة دينك قال فعلت وقال للآخر اذهب وسدد قال فعلت خلاص شوف سيدنا أمر لما جيه اعترد من غيراته على الدين في صلح دايبية فسيدنا النبي قال له إلزم غرزك ما تنساش نفسك ليك حدود إلزم غرزك فإنه رسول الله الله دا الدرجة إن لو إحنا في صلاة نافل سيدنا النبي نادى على أحد الصحابة هو بيصلي تطوع الله فالصحابة لم يجي بالنبي قال له لما لم تجيبني قال له كنت في الصلاة رسول الله بالصلاة فريضة صلاة تطوع فالنبي قال له كنت أجبتني قال له ازاي قال له ألم تقرأ قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وخاذ العلماء قعد من هنا يجب قطع صلاة التطوع أو يجوز قطع صلاة التطوع عند نداء رسول الله على من يصلي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى أن يحينم يعادون في حلقات جديدة بإذن الله أحبكم في الله ودايما نصلي على الحبيب البكيطيب في برنامج الحبيب في القرآن السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر